موسيقى مشاهدين اهلا بكم ما هي حصيلة الاقتصاد المغربي سنة الفين واثنان وعشرون كيف واجه الاقتصاد المغربي لازمات المتثالية التي ضربت العالم وهل استطاع ان يحقق التوازن بعد سلسلة من الصدمات خصصا وان هذه الصدمات تزامنت مع تباطع الاقتصاد العالمي وارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية فضلا عن اتجاهات اخرى معاكسة اشتد سريحها مع الحرب في اوكرانيا للحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا في ضيف الصباح الدكتور بدر الزهر الازرق الباحث في قانون الاعمال والاقتصاد الدكتور مرحبا بك مرحبا صباح الخير صباح نور وسعداء دائما باستقبالك معنا بداية يعني يعني بعد ان شهد الاقتصاد المغربي انتعاشا قوية سنة 2021 جاءت يعني انتكاسة انتكاسة سنة 2020 كيف يمكن ان نقيم اداء الاقتصاد المغربي سنة هذه السنة هي كانت سنة صعبة هي لم تكن منتظرة او لم يكن منتظرا ان يتم تحقيقها بعد هذه النتائج التي حققت في بعض القطاعات لان حين نطلع على قانون المالي لسنة 2022 والفرضية التي سبق وانجاء بها كانت فرضية متفائلة وكانت على ضوء ما تم تحصيله في سنة 2021 حيث ارتفعت نسب النمو وارتفعت نسب المحصول الفلاحي وكانت الاسعار مستقرة شيئا ما كل هذه الفرضيات المتفائلة التي جاءت سنة 2021 وجاءت في قانون المالية سنة 2022 للأسف لم يتم تحقيقها فنسبة النمو بالكاد هي تقارب 1% 0.8% حسب اخر المعطيات التي تم الادلاء بها في هذا المجال كذلك المحصول الفلاحي كانت سنة صعبة صعبة جدا على مستوى الانتاج الفلاحي حيث هواء انتاج الحبوب ونحن نعرف ما خلف هذا على المستوى الوطني من اضطرار الى استيراد القمح والحبوب وبودور الزيت في زمن لم يتجاوز المحصول أظن أكيدا في الفئرس أكيد لم يتجاوز 34 مليون في الوقت الذي سلسل الإمداد هي تعرف الترابا كبيرا خاصة أن المغرب هو من كبار المستوردين من روسيا وأوكرانيا والحرب المستعرة بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى التراب سلسل الإنتاج وسلسل التوريد وبالتالي ارتفاع الأسعار وبالتالي استيراد جزء من هذا التضخم الذي نعيشه اليوم عبر بوابات الحبوب وليوم رأينا كيف أن هذه السنة في الحقيقة كانت صعبة ليس فقط على إنتاج الحبوب بل أيضا انتقلت إلى الأعلاف إلى اللحوم إلى الحليب وكانت هناك مجموعة من الإشكالات المرتبطة بهذه المواد في المغرب تم تجاوز شيئا ما ولكن على مستوى الأسعار كل هذه المواد عرفت ارتفاعا مهولا في الأسعار والأمر الذي تدرر منه القدرة الشرائية لمغطن المغربي البسيط وفي الطبق المتوسط أيضا إذن كانت صعبة على المستوى الفلاحي كانت صعبة على المستوى المالي كانت صعبة أيضا على مستوى الطاقة الغاز إمدادة من الغاز حيث أن أيضا هذه الحرب المستعرة بين أوكرانيا وروسيا أدت إلى ارتفاع مهولا في أسعار الطاقة ونحن نعرف في المغرب أننا نستورد تقريبا 99% من استهلاكنا من طاقة من الخالصة والبيترول أو غاز وبعد أن أغلق الأنبوب الشرقية الذي كان يمد المغرب بجزء من حاجيته اضطر المغرب إلى البحث عن أسواق أخرى عن موردين آخرين عن الغاز المسال عن البيترول المكرر وبالتالي كانت الفاتورة ثقيلة وثقيلة جدا مما اضطر مرة أخرى الدولة إلى التدخل على مستوى الدعم الغير المباشر بالنسبة للدعم المحدود بالنسبة للفئة السائقين المهنيين وكذلك دعم الغاز بشكل عام حتى يبقى ثمنه مستقرا في حضرب عندهم للقنينة في المغرب ثم كذلك دعم الفاتورة الكهرباء وهذا الدعم أثقال ميزانيات وموزنة الدولة بالشكل الكبير هذه السنة إذن هذا من جانب الطاقة ولكن أيضا بالرغم من كل هذه الصعاب التي واجهها الاقتصاد المغربي إلا أنه على الأقل حاول امتصاص الصدمات وكانت نسب التضخم في المغرب هي الأقل في المنطقة ما قرنت بما تم تسجيله في إسبانيا وفرنسا وأوروبا حيث أن نسبت فقط 7-8% في تركيا التي تجاوزت 60-70% إذن المغرب على الأقل امتص هذه الصدمة عن طريق هذه السياسات التي توجه من خلال دعم الطاقة دعم الحبوب دعم الأعلاف إذن شيئا ما كان هناك امتصاص بالرغم أن جزء من هذه الأزمة ألقي به على كهي المواطن البسيط وهذا ما قاله البنك الدولي قال أنه على الرغم من ذلك المغرب قدم مؤشرة مالية أفضل من معظم الأسواق الصاعدة والاقتصادة النامية لكن لا ننسى أيضا أنه في ظل هذه الأزمة كانت هناك قطاعات بصمت على أداء جيد خلال هذه السنة فأول قطاع يمكن اليوم يصنفه قبل قطاع السيارة وقطاع الصناعة الاستخراجية قطاع الفوسفات قطاع الفوسفات على المستوى الدولي ارتفعت الأسعار الفوسفات كما ارتفعت بقية المواد على المستوى الدولي خاصة أننا اليوم حين تحدثنا عن الحرب الأوكرانية الروسية وما ترتب عن ذلك من التربس لسلسل توريد وإنتاج الحبوب جاء عدد كبير من الدول تخوفت من أن ندخل في أزمة غداء أعلمي وبالتالي تضعف إقبالها على الأسمدة من أجل توسيع رقعة الفلاحية في هذه الدول وبالتالي كان ارتفاع هذا الطلب أدى إلى ارتفاع أسعار الفوسفات وتزمن هذا الأمر مع انتهاء من الشطر الأول من البرنامج الاستثماري لمكتب الشريف الفوسفات الذي كان يراهن على التحول أو ترجيح كافة الأسمدة على حساب الفوسفات الخام وبالتالي نحن نعلم بأن الأسمدة قيمتها جد مرتفعة مقارنة بالفوسفات الخام وهذا الأمر الذي مكن من مضاعفة المداخيل المكتب الشريف الفوسف بنسبة كبيرة ومكنه أيضا من ضخ جزء من هذه الأرباح إلى موازنة الدولة التي حولت فيما بعد كذلك على شكل دعم لمجموعة من المواد والطاقة أيضا إذن كان هذا أول قطاع رأيناه حقق الرقم معملات جيد وحقق نسب أرباح جيدة جدا ورأينا أيضا بأن هذا القطاع دخل في مرحلة تانية من توجهات الاستثمارية حين تم عرض برنامج استثمار الجديد على أنظار صاحب الجلالة مؤخرا وبالتالي هناك طموح من أجل الموضي بهذا القطاع قدما نحو التحول الكل إلى إنتاج الأسمدة إلى استثمار الطاقة في الاقتصاد الأخضر إذن نحن أمام توجهات جديدة وجيل جديد من الاستثمارات في قطاع الصناعة الاستخراجية وأظن سيكون قطاع الفوسفات أحد أهم الفاعلين في المشهد الاقتصاد المغربي مستقبلا ثم كان هناك قطاع السيارات قطاع السيارات بالرغم من أن العالم يشهد أزمة اقتصادية تدهور القدرة الشرائية إلا أن القبالة ظل مرتفعا على قطاع السيارات في المغرب الذي ابتداء من هذه السنة شهد تحول آخر هو دخول خطوط إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات على الخط إذن المغرب هو أيضا يواكب كل هذه التحولات ومؤخرا أظن بأن تصريح لسيد وزير السنعة والتجارة تحدث على أن هناك إمكانية دراسة خلق خط إنتاج سيارة مغربية محلية خالصة بعلامة مغربية في غضون السنة أو سنة مقبل هذا شيء جيد ولكن هذه السنة كان قطاع السيارات أيضا من قطاعات التي حققت نسب نمو جيدة وكذلك خلقت مناصب شغل كبيرة في المغرب قطاع النسيج أيضا لا ننسى أنه بالرغم من الأزمات التي كان يتخبط فيها بأنه أيضا اليوم حقق نتائج جد جد إيجابية وأول أمس كان هناك تغير البنك الدولي تحدث على أن القطاع اليوم يشغل تقريبا 200 ألف عامل وهو يساهم بشكل كبير في الدورة اقتصادية في المغرب وهو أيضا من القطاعات التي استطعت الصمود في وجه الأزمة كذلك هناك قطاعات أخرى القطاع السياحي حقق أرقام قياسية خاصة بعد رفع القيود القيود في النصف الثاني من هذه السنة وكان هناك إقبال كبير غير مصبوخ خاصة في الموسم الصيفي حيث سجلت أرقام قياسية فقط حتى الأرقام المسجلة في السنة المرجعية لسنة 2019 إذن كانت هذه بعض القطاعات التي من خلالها حاول المغرب تحقيق ذلك التوازن من خلال التوازن عبر أن هناك قطاعات حققت نتائج جيدة وهي القطاع التي ذكرناها وقطاعات أخرى سجلت نتائج سلبية وبالتالي يمكن أن نقول بأن المغرب استطاع على الأقل بالامتصاص الصدمة وعدم تسجيل نسب نمو سلبية والاستقرار الأقل ضمن استقرار الاقتصاد المغربي في موجات هذه الأزمات اليوم نحن على أعتب سنة جديدة بطموح جديد برؤية جديدة تحكيص رؤية حتى تلك الفرضيات التي أدرجت في إطار القانون المالية حيث نتحدث اليوم عن توقع لنسبة نمو بـ 4% تحكم في نسبة التدخم في حدود 2% كذلك هناك توقعات بأن إنتاج الحبوب قد يتجاوز تقريبا 75 مليون وقعين تربط لذا قد يخفف من الفاتورة فاتورة الغداء بالنسبة للمغرب إذن هناك توقعات شيئا ما عدنا إلى سقف التوقعات الإيجابية أظن هذا يعززه هذه السنة تسقطة المطارية التي إلى حدود الساعة هي معقولة شيئا ما وسامت في ارتفاع حقينة السدود كذلك الطلب المستمر على مجموعة من قطعة منفل الفصفات وقطعة السيارات وأيضا يوحي بأن هذه السنة قد تكون سنة إيجابية على الاقتصاد مرتقب أن تستمر نعم أن تستمر تلستان ولكن هناك مجموعة من التخوفات خاصة أن أول أمس كان هناك قرار لبنك المركزي بالرفع من نسبة الفائدة المديرية وهذا هو إجراء ندخله في خانة الرغبة في التحكم 2.5% نعم الرغبة في التحكم في نسب التدخم الأقل على المستوى الداخلي وكذلك مصيرت التوجهات الخارجية المختلفة في المنطقة المركزية في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية ثم كذلك كانت هذه الرغبة معقولة وهي شيء متفهم ولكن هناك تخوف من أن يكون لهذا القرار أثر سلبيا على بعض القطاعات خاصة هناك قطع لم نشر إليه هو القطع العقاري قطع العقاري تقريبا كان في فترة شبه ركود خاصة هنا نريد أن نرى رقم المعاملات أو النسب نموها القطاع نتوجه مباشرة إلى إنتاج الإسمنت الإنتاج الإسمنت الذي تراجع خلال الأشهر القليلة الماضية وهو يوحي بأن الطلب على العقار هو في تراجع وقد يزكي هذا التراجع أيضا هو رفع نسب الفائدة ورفع نسب الفائدة هي كتنعكس مباشرة على القروض الموجهة للعقار وبالتالي قد أمام تدهو القدر الشرائي الموطن المغربي وارتفاع نسب الفائدة على القروض الموجهة للعقار قد يؤدي إلى تراجع الطلب على العقار رح نعلم بأن القطاع العقاري في المغرب هو أحد أهم القطاعات المشغلة والمنتجة كذلك في المغرب إذن اليوم كما قلت هناك ربما لأن القطاع العقاري مرتبط أيضا بسلسلات التمويل من طرف البنوك أكيد أكيد مرتبط جدا وإذا تم رفع سعر الفائدة ربما قد يؤثر على سيؤثر بشكل مباشر سيؤثر على القرود لأننا نتحدث عن القرود فباستثناء القرود التابتة القرود المتغيرة أو القرود الجديدة هي سوف تخضع لهذه القاعدة أي سوف ترتفع نسبة الفائدة وهذا ما سوف يتقل الكاهل المستهد لكن دكتور نسبة 2.5% كانت هي النسبة التي كانت قبل الجائحة تقريبا 2.5% قبل تخفيضها إلى 1.5% ولكن اليوم نتحدث عن قدرة شرائية متضهورة للمواطن المغربية هل هي ستتحمل كل هذا التقل تقل نسبة الفائدة المرتفعة وتقل أن حتى العقار أصبحت المواد البناء مرتفعة في زمن طربت في سلسل التوليد الزجاج والرمل والإسمنت كلها عرفت غلاءا وارتفاعا في أسعارها ثم نأتي إلى أسعار الفائدة ثم نأتي إلى صدهور القدرة الشرائية إذن هذا يجعل لدى عدد كبير من الأسر المواطن المغربة يجعل من مهمة اقتناء سكن أو تملك سكن مهمة صعبة شيئا ما في هذا الدرفية إذن أنا كما قلت هو إجراء متفهم لأن الإجراء جاري به العمل منذ عقود في مجموعة من الدول كان يلجأ إلى هذه الآلية وشيء متفهم البناء المركزي يقوم بدوره في هذا الأمر ولكن أنا أقول بأنه دائما يجب الأخذ بعن الأتبار أن هناك قطاعات قد تتأثر أن هناك قدرة شرائية قد تتدهور وبالتالي هذا قد يعطينا دورة أخرى من الأزمة حين تترجع القدرة الشرائية وتتدهور هذه القطاعات ويتم تسريح العمال ويتم تراجع الإقبال على المنتجات وعلى الخدمات هذا قد يؤدي إلى نشوء أزمة أخرى أخرى هي مرتبطة بالركود إذن اليوم نتحدث عن التضخم غدا قد نتحدث عن الركود وبالتالي يجب حين نتصور وصفات لعلاج هذه الأزمات اليوم يجب أن تكون أزمات بأثار جانبية متحكم فيها شيئا ما إذن عموما هذه السنة يمكن أن نقول هي سنة استطاع من خلالها لمغرب أن يواجه هذه الأزمة أن يخرج بأعقل الأضرار سنة استطاع أن يخرج بأقل الأضرار كانت هناك إجراءات كانت هناك خطوة ناجحة كانت هناك قطاعات استفادت من الحركية ومن تضعف الطلب عليها كانت هناك قطاعات أخرى تضررت على الأقل المغرب متصى هذه الصدمة اليوم نحن بنفس جديد بنفس إيجابي بتطلعات إيجابية أتمنى من سنة 2023 أن تكون شبيهة بسنة 2021 وأن يتم تحقيق كل هذه التطلعات الإيجابية بالفعل دكتور بادر الزاهر الأزرق الباحث وفي قانون الأعمال والاقتصاد نشكركم جزيلا شكرا لحضر معنا في طيف الصباح شكرا لك أما أنتم مشاهدين فنشكركم على حسن المتابعة ومتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة